بالتالي خليني أقول لحضراتكم الأسماء اللي موجودة في بعثة فريق النادي الأهلي بتحديد قائمة الفريق شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمى خط الدفاع رامي ربيعة محمود متولي ياسر إبراهيم أحمد فتحي محمد هاني أيمن أشرف علي معلول في نص الملعب حسام عشور عمر السولية أليو ديانج محمد مجدي أفشة حسين الشحات جيرالدو جونيور أجايه رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم قهربة ووليد سليمان وفي الهجوم مروان محسن وقاليو باجي وأحمد الشيخ بالإضافة طبعا كمال محمود وحيد المتواجد في خط الدفاع في إطار هذه القائمة اللي تم الاختيار أو الاستقرار عليها بشكل نهائي نتمنى لهم كلهم يا رب التوفيق والتشكيل اللي يختاروا مستر فيلر بالبودلاء على مدار الأحداث اللقاء إن شاء الله كلهم جاهزين لأسعد جمهور النادي الأهلي في كل مكان طبعا زي ما حراركوا عارفينه مباراة يوم الخميس الساعة ستة مساء بالتوقيت القاهرة فرق التوقيت ما بيننا وبين أبو ظبي ساعتين يعني هما سابقنا بساعتين يعني المباراة الساعة ستة هنا بتوقيت القاهرة هتبقى هناك الساعة تمانية بتوقيت أبو ظبي كمان خالد الدرندالي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول رتب واتطامن على كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق في الأمرات إزاي من خلال طبعا نتواصل مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة وأيضا كابتن سامير عدلي اللي سابقه البعثة بالأمس وسلم بارح والترتيبات كلها جهزة سواء فيما يتعلق بفندق الإقامة فيما يتعلق بملعب التدريب بالمناسبة الأهلي هيتمرن على الملعب الفريق الخاص باستاذ أبو ظبي وأيضا فيما يتعلق بالتنقل يعني كل هذه الترتيبات تم التنصيق والاستقرار عليها بشكل جيد والأمور كلها وأبو ظبي كلها في الحقيقة في أتم الاستعداد لاستقبال بعثة النادي الأهلي خلال هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي بالتالي هم اللي هستقبلوا البعثة في المطار بإذن الله وبعد كده يروحوا على طول على الفندق الخاص بفريق النادي الأهلي هناك في أبو ظبي اللي هيحصل إيه بعد ما يوصل الفريق اللي هيحصل إنه هيبقى فيه تدريبات استشفائية في صالة الجيم الخاصة بفندق الإقامة اللي هيكون متواجد فيه النادي الأهلي